اشتركوا في القناة السياسي بجريدة الشروق سبع الخير فاندم اهلا بحضرتك نعرض اهم العنوين لمشاهدين اولا في صفحة الاولى من الشروق في تعديلات اللحظات الاخيرة تفتت الحجد لمليونية الغد الخبر التاني معانا من المصري اليوم تأجيل مناقشة وضع الجيش في الدستور لما بعد الانتخابات الاهرام شرف قانون الافساد السياسي قريبا من الاخبار تصاعد ازمة موبكو ملثمون يقطعون الكهرباء عن ميناء دومياط من المصري اليوم قيادي سلفي يحاول منع حفل هشام عباس في المنصورة وطلاب يرفضون موعزته في تحريم الغناء ايضا من المصري اليوم الحكومة تقر مرسوم قانون تصويت المصريين في الخارج من الاهرام حملات امنية بالقاهرة والجيزة لإعادة الانضباط للشارع الشروق اللفافة لا تزال في سجنة هورا سباح الخير يا فاندل سباح الخير وليبتدي كده على طول مع حضرتك بقول خبر تعديلات اللحظات الأخيرة تفتت الحجد المليونية الغد ده بالطبع كان منشط الشروق قبل تطور الأحداث اجتماع مجلس الوزراء مع عدد من ممثلة الكواة السياسية امتد حتى الثانية من صباح اليوم الارتباك كان واضح جدا على وصيقة المبادئ الدستورية اللي قدمها الدكتور علي السلمي لحد امبارح كان فيه اكتر من مقترح حوالي ست مقترحات بتعديل المادة تسعة وعشرة من الوصيقة وهو ما دفع عدد من القوى الى الاعلان في وقت متأخر من مساء امس الى المشاركة بالفعل في مليونية الغد التي اطلق عليها مليونية للوصيقة او مليونية المطلب الوحيد كما تابعنا ونشرت عدد من الصحف التحالف الدموقراطي وعلى رأسه حزب الحرية والعدالة تقدم صباح امس بمقترح بتعديل المادة التسعة والمادة العشرة من الوصيقة اللي لها علاقة بوضع الجيش كحامل الشرعية الدستورية وموازنة الجيش وعدم منقشة موازنة الجيش وتشريعاته امام المجالس التشريعية المقصود مجلس الشعب ومجلس الشورى كان فيه مقترح بتعديل المواد ولكن حتى الان لم يحسم الشكل النهائي او الصياغة النهائية للمادة تسعة وعشرة الشروق ذكر النهاردة في منشتها المادة تسعة الواردة الفواصيقة الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وحفاظ على وحداتها ولا يجوز لاي هيئة او جماعة او حزب انشاء تشكيلات عسكرية او شبهة عسكرية يقول القوات المسلحة مجلس اعلى يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بها ويأخذ رأيه في التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل اصدارها والقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالامن القومي والتي يجب ان تراعى عند منقشة امورها الفنية وميزانياتها وان القوات المسلحة مثل باقي مؤسسات الدولة تلتزم بالسوابط الدستورية والتشريعية ده كان نص مقدمه المجلس الوطني والجمعية الوطنية للتغيير ولاقى قبول لدى مجلس الوزراء وتقريبا المادة دي لحد الساعة 2 بالليل اللي تم التوافق عليها بالصيغة اللي مكتوبة في الشروق وتم الاعلان خلاص عن موقف حزب الحرية والعدالة او يعني الاخوان والسلفين كده كده هما كانوا مصرحين ان هما هينزلوا ولكن الاخوان خلاص اعلنوا ان هما اول مبارح الحقيقة كانوا لسا ممتنعين عن الاعلان هكمل لحضرتك ان حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين لحد الرابعة من مساء امس كانوا معلقين مشاركتهم والاتجاه ان هما مش هيشاركوا مدام الوثيقة ستكون استرشادية وليست الزامية وان هيتم تغيير المادة تسعة وعشرة وطريقة تشكيل لجنة الماء المنوب بها صياغة الدستور ولكن في السابعة من مساء الامس اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا تؤكد فيه مشاركتها في المليونية مليونية للوثيقة وهو مفاجأ الجميع واحدث ارتباك عايزة انتقل من عنوان الشروق تعديلات اللحظة اخيرة تفتت الحجد ان فيه تعديلات زي ما اسلفنا في المادة تسعة وعشرة الجزء الخاص بتاع الجيش مصري اليوم بتقول نقلا عن مصادر في مجلس وزراء تأجيل منقشة وضع الجيش في الدستور لما بعد الانتخابات ده الكلام ده يضرب المعلومات اللي جاية في باقي الصحف عن ان تأمي تعديل المادة تسعة وعشرة معنى كده انه فيه اتجاه للغاء المادة تسعة وعشرة والكلام عن وضع الجيش والقوات المسلحة فيه وثيقة المبادئ الحاكمة لان معظم المواد باستثناء المادتين دول والمادة 14 والمادة الخاصة بتشكيل الجامعية التأسيسية فيه توافق عام من مختلف القوات سياسية عليهم المصر اليوم نقل عن مصادر مطلعة ان فيه اتجاه قوي داخل المجلس العسكري والحكومة لتأجيل منقشة وضع القوات المسلحة وده الخبر التاني تأجيل منقشة وضع الجيش في الدستور لما بعد الانتخابات وبتقول ان ده سيتم حالة وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد لما بعد الانتخابات البرلمانية وانتخابات اللجنة التأسيسية التي ستتولى صياغته بعد الجدل الذي صار حول المادتين التاسعة والعشرة في وثيقة السلمي بتهيألي لو تم إلغاءهم من الوثيقة سينتهي الخلاف وسينتهي حالة الارتباك التخوف لدى القوة السياسية سواء دينية إسلامية أو مدنية أن يكون للجيش وضع خاص في الدستور الجديد أن يكون للجيش يد طولة على الرئيس المنتخب أو على الحكومة المدنية المنتخبة أو التي تمثل أغلبية في البرلمانية والاحتلاف حول مهام الجيش المطلوب منه ليس مهام الجيش فقط يعني ميزانية الجيش الرقابة التشريعية الرقابة التشريعية على موازنة الجيش التفصيلية وليس الكلية وضع الجيش كحامل الشرعية الدستورية هناك تخوف من تقرار التجربة التركية أن يتدخل الجيش أو تتدخل القوات المسلحة تحت هذه المادة في الدستور وحصل في التجربة التركية أن كان فيه أكتر من انقلاب من القوات المسلحة على حكومات المنتخبة طيب شرف قانون الإفساد السياسي قريبا إحنا قريبا طبعا الأهرام نقل شرف قانون الإفساد السياسي قريبا الأهرام نقلت منذ شهر تقريبا وكنت معاكم هنا في البرنامج منشط تعريض على 8 عمود قالت فيه قانون الإفساد السياسي خلال ساعات وذكرت مواد واضحة مختلفة عن المواد التي ذكرت فيه قانون الغدر اللي صدر سنة 53 تقريبا فأنا يعني متشكك في فكرة قانون الإفساد السياسي لأن لو قريبا إحنا الانتخابات قدامها أقل من 10 تيام الكشوف النائية المفروض أن هي ستعلن اليوم ومتضمنة في لول الحزب الوطني محكمة القضاء الإداري أوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري بالمنصورة اللي استبعد عدد من أعضاء الحزب الوطني السابقين من الترشيح وقالت إن ما فيش قانون أستند عليه في استبعاد هؤلاء أنا أفتكر مش عارفة يعني أفتكر إذا كان فيه فعلا نية لقانون الإفساد السياسي ما كناش وفقنا أو ما كناش سمحنا لأعضاء الحزب الوطني السابق إنهم يشاركوا ده كلام في محله يعني أفتكر أنه نقطتين متضربتين تماما التراخي في إصداره فيه علامات استفهام كبيرة جدا الناس بالطالب بصدور قانون الغدرة أو ما سمي قانون العزل السياسي أو قانون الإفساد السياسي تقريبا من أربع أو خمس شهور قبل الكلام على الانتخابات أو تحديد موعد للانتخابات كان المفروض أن قانون الإفساد السياسي يصدر قبل الانتخابات بملامح واضحة يعني الأهرام كانت ذكرى في المنشطة اللي قلت لحضرتك عليه أن سيتم تطبيقه على أعضاء الأمان العام الحزب الوطني وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات وأماناء المحافظات مسمية أعداد بعينها وأعضاء مجلس الشعب والشورى في دورتين 2005 و2010 عن الحزب الوطني وبالتالي يعني في ملمح واضح لم يتم تطبيق طبعا ده كان تسريب مهم صادر من مجلس الوزراء يا إما من وزارة العدل يعني الأهرام لم تتورط ونهية فبرخ خبر هو كان فيه تسريب مهم وكان فيه مشروع بالفعل كنهم يأخروا لحد ما نفتح باب الترشيح ونعلن الكشوف النهائية معنى كده أن في نية إلى تسلل عدد من أعضاء الحزب الوطني إلى برلمان 2011 لأسباب أنا لا أفهمها أرجو أن يكون فيه رد من الجهات المعنية أوكي طيب نروح لخبر تاني هو من الأخبار وتصعد أزمة مابكو ومن ثمون يقطعون الكهرباء عن ناق دميات الحقيقة اللي بيحصل في دميات كمان يعني كل مستق منه صحي وشيء يعني الحقيقة يعني مش وقته خالص يعني زي ما كل اللي بيحصل مش وقته ولكن تعليق حضرتك إيه على خبر زي ده اللي بيقطعوا الطرق يعني ده ما بيحصلش في دميات بس هو الناس ما قطعتش الطرق إلا لما الحكومة طراخت في التعامل مع أزمة مابكو وأزمة مصنع أجريوم المفروض أن كان فيه قرار من مجلس الوزراء من ثلاث سنين بعدم التوسع في إنشاءات المصنع المصنع كان قائم وشغال شرعت الشركة في التوسع في غفلة كده وبعيدا عن بالرغم من صدور قرار بعدم التوسع الناس احتجت لأن كان فيه احتجاج شهير في 2007 انتهى إلى صدور هذا القرار الناس بدأت تحتاج التعامل مع الاحتجاج كان تعامل عنيف حقيق القوات الأمن تدخلت فيه ناس ماتت يعني فيه قتيل وفيه عدد كبير من المصابين وبالتالي الأزمة دلوقتي مش أزمة التوسعات فقط صدر قرار من أكتر من يوم بإغلاق المصنع تماما بعد وفاة أحد المواطنين وإصابة العشرات اللي بيحصل دلوقتي هو رد فعل للتعامل العنيف من قبل قوات الأمن لأهالي ضبياط طيب عندنا خبر تاني حياء عايزين نحاول نسرع شوى عشان نلحق نرى تكل الأخبار قياده سلفي يحاول منع حفل هشام عباس في المنصورة وطلاب بيرفضوا موعسته واللي بتقول انه الغناء حرام أو تحريم الغناء ودي تاني مرة على فترة تحصل من نفس السلفي أو من نفس القياده ده خبر يعني مهم لفت نظري وانا بقرأ الجرائب بالليل وطلبت من الزمنة انه يكون معانا في الحلقة دي مش اول مرة الدكتور حاجم شمان القيادي والدعية السلفي المشهور انه هو يدخل حفل في احد الكليات يعني حصل ودخل من اسبوع حفل في كلية وعايز يحول الحفل الغنائي الى الموعزة الموعزة فوق دماغنا ومحد بس لها مكانها ولها استعداداتها اتحاد الطلاب في اكاديمية النيل الخاصة في المنصورة قرر انه يعمل حفل غنائي وفيه ترتيبات ما وكلف ودعى المطرب هشام عباس كون ان حزم شمان يشوف ان ده حرام او حلال ده نتناقش فيه خارج القاعة الاحتفال ونصل الى اتفاق او نختلف ولو اختلفنا يبقى من حق الطلبة انه هما يقيموا حفلهم ولو اتفاقنا ومجموعنا الطلاب التانيين شايفين انه هما يقيموا من حفل برضو من حقهم ده رسالة مهمة في وقت قبل مليونية بكرة وقبل انتخابات التشريعية عشان ناخد بالنا وعشان نشوف نشوف ان مصر دولة مدنية تقريبا بالزبط منذ يعني مصر الحديثة الدولة المصرية الحديثة منذ تأسيسها من ايام محمد علي وممكن نقول بعد دستور 1923 مصر دولة مدنية الحريات العامة فيها مكفولة حقيقة مش هنيجي بعد مية وخمسين ولا امتين سنة ونقول الغنى حرام ولا حلال يعني ومش في مصر الكلام ده خالص